صباح الخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة مع برنامجكم مواطن مصري نبدأ معاكم حلقتنا النهاردة بنرحب بضيوفنا المستشار أحمد حسونة سيام أهلا بحضرك يا فندم الأستاذ إهاب زيدان صاحب المشكلة اللي كنا عرضناها في الحلقة الماضية بسبب تقاعص المحليات من محافظة الدقالية تحديدا مجلس مدينة المنصورة أهلا بك أستاذ إهاب معالي المستشار أهلا بحضرتك نبدأ معاك بكيفية تطبيق قرارات الإزالة تجاه المحليات لما يكون عندنا حكم صادر من المحكمة المفروض يتم تنفيذه من خلال مجلس المدينة أو مكتب المحافظة ويحصل تقاعص من مسؤول مدينة المنصورة بيكون إيه اللي بيتم قانونا حضرتك كلمنا عن هذا الموضوع أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بشكر القناة الموقرة لهذا اللقاء واسمح لي في البداية أن أنا أهني الشعب المصري بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام كل عام وأنتم بخير الشعب المصري هو المعلم والقائد النهاردة لما نيجي نتكلم على مشكلة الأخ قرارات الإزالة هي من القرارات التي تصدر من جهة الإدارة وواجبت بالتنفيذ بمجرد صدورها بالضبط فيجب على الجهة الإدارية أن تقوم على الفور بمجرد صدور قرار بالإزالة أن تقوم بتنفيذه اللي هي مكتب المحافظة ومجلس مدينة المنصورة الجهات المنصورة بها تنفيذ القرار إذا صدر القرار من الجهة الإدارية سواء من المحافظة أو من مجلس المدينة واجب على الجهة التنفيذية أو الجهة المصدرة القرار بالاشتراك مع السلطات التنفيذية اللي هي الشرطة أن تقوم على الفور بتنفيذ هذا القرار أما إذا تقع عسد جهة الإدارة في تنفيذ القرار يعتبر أمر مخالف للقانون يستوجب عقاب المسؤول جنائيا لعدم تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية بالضبط يا فاني أستاذ إهاب كنت حضرتك عرضت مشكلتك الحلقة الماضية بخصوص الصور اللي تم التعدي بالبناء عليه وصدر حكم محكمة وقرار إزالة وإلى الآن لم ينفذ ويطبق القرار من جهة مسؤول مجلس مدينة المنصورة إيه كان ردهم على حضرتك لما روحت له منك وذهبت بالشكوى الله يا فندم أنا بعدما حصل لقاءنا المرة الفاتت في الحلقة الفاتت أنا قدمت طلب للقاء اليوم المفتوح بالسيدة سوسا رئيسة مجلس المدينة المهندسة سوسا اللي هي المفروض المسؤولة عن تنفيذ قرار الإزالة بالضبط فطبعا للأسف رفضوا المقابلة وطردوني من المكتب وقال لك إحنا هم رفضوا يقابلوك مش طردوك عشان لا فعلا طردوني في بعض الناس اللي موجودة في المجلس زقوني وقال لي يمشي من الوقتي عايز تيجي تيجي الأسبوع الجاي يقول له ازاي يعني قال له هو كده وطردوني فعلا من قلب المكتب يعني حضرتك شايف إن فيه تقاعص من مسؤول مجلس مدينة المنصورة رد حضرتك إيه معالي المستشار ما يكون فيه وقع زي كده تجاه القانون احنا قلنا إذا كنا في دولة أو بننشر الدولة المدنية الحديثة بالضبط فيجب على القائمين على هذه الدولة أن تقوم بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم أما إذا تقاعص المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات فهو يعتبر مخالف قانوننا ومرتكب للجريمة ويعاقب بموجب قانون العقوبات بالعزل والوظيفة وبالحبس فالنهاردة يجب على الأخ اللي صادر له قرار بالإزالة إذا تقاعص المسؤول أن يوجه إنذارا على يد محضر للمسؤول وينبه عليه بتنفيذ القرار في معيد معينة إذا لم ينفذ هذا القرار أصبح من حقيقة يقيم جنحة مباشرة ضد الموظف المسؤول والذي أوجب القانون عليه تنفيذ هذه القرارات وبالتالي يقع تحت طائلة القانون بالعزل والحبس طبعا إحنا تواصلنا فريق عمل برنامج مع السيدة المهندسة غادة مسؤولة مجلس مدينة المنصورة وإلى الآن لم يتم الرد علينا وإحنا عايزين نبعد عن المشاكل اللي كنا بنتكلم عليها في الماضي بخصوص فساد المحليات أو تقاعص بعض المسؤولين وإحنا بنضم صوتنا لصوت الأستاذ إهاب وبنقول لكل مسؤول في المحليات يارية المسؤول اللي مش عايز يشتغل يسيب الكرسي اللي قاعد عليه في ناس أولى من حضرتك أنها تطبق قرارات الإزالة طبقا للقانون وزي ما بنقول لحضرتكو القانون فوق الجميع معالي المستشارة أحمد حسونا بخصوص مشكلة راجح والمشاكل اللي هي دايما بيتكلموا عليها حاليا في الوقت الحالي وصدور آخر قرار أو تحويل القضية إلى الجنايات أو الأحداث نعم بخصوص لهذه القضية طبعا هذه القضية قد أصارت الرأي العام المصري وقد تصل إلى درجة العالمية لأنها خلت وضع إعلام وشوق إعلام كبير جدا السوشال ميديو ولكن إحنا وإن كنا نكره الجريمة بكافة أشكالها وألوانها إلا أن نكرهنا لمخالفة القانون أشد فيجب علينا أن نحترم القانون كما وجد ما جيش أنا النهاردة أنا أتكلم في مسألة القضية عشان برضو إحنا لا يجب علينا أن نسبق أحكام القضاء ولا ليس لدينا أي تعليق على القضاء ولكن يجب أن نلتزم بالقانون وهو أهم من الجريمة مثل هذه الجريمة تقع كل يوم موجودة في الشارع المصري طبعا إحنا زعلنا جدا على مثل هذا السلوك طبعا والمجتمع يجب أن يكون له دور كبير جدا في تهزيب سلوك أولادنا والأسرة والأسرة والإعلام والقائمين على إدارة هذه البلد أنا النهاردة لما بص ألاقي في أفلام ومسلسلات بتدعو أو تشجع شباب على ارتكاب هذه الجريمة هذا أمر طبعا يعني بيجعل من الشباب المصري أو كثير من الشباب المصري أشباه مجرمين فأنا النهاردة بطالب الحكومة وبطالب الإعلام بصفة خاصة أن يكون توجيه توجيه سليما يتحرك دقة في نشر الحقائق هذا أمر أما بالنسبة لمسألة المعاقبة المتهم طبقا لقانون الأحلاس في قضاء شامخ وإحنا عندنا أمل بالضبط أنا عايز أقول حاجة بس أنا عندي مخرج قانوني لهذا الأمر عندي مخرج قانوني لهذا الأمر هذا المخرج إذا كان الدستور المصري قد أقر بأن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع نتكلم بقى في حتة قانونية طبعا حصول مصري أقر أن المصدر الأساسي في التشريع هو الشريعة الإسلامية فإذا أخذنا بمسألة تحديد السن على أساس الشريعة الإسلامية يجب أن يكون الأهلية الجنائية بالنسبة للولد هو الاحتلام وليس وصول سن 18 أو أكثر من 18 سنة وبالنسبة للمرأة أو البنت أسن المحيط هذا أمر يحدده يتحدده الجهات الفنية والطبية هذا أمر من السهل جدا أن المحامي محامي المجن عليه يدفع بعدم دستورية نص المادة اللي هي بتحدد العدد السنوات اللي هو 18 سنة اللي هي الأهلية الجنائية ويحيل الأمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه حتى يتم التحديد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالزبط أستاذ إهاب بفضل العدد أنت حاسس أن أنت وقع عليك ظلم من جهة مسؤول مدينة مجلس المنصورة؟ أيها فندم أكيد طبعا طيب أنت بتناشد المسؤولين بإيه؟ والله يا فندم أنا حاولت كتير واتبعت كل السؤول للطرق القانونية لتطبيق قرار الإزالة ولكن عشان المشكف حقه صاحب نفوذ وصاحب سلطة بيتم وقفه تعطيل القانون فوق الجميع أستاذ إهاب وجه رسالتك إلى السيد محافظ الدقالية سيد الفاضل بالتدخل لحل المشكلة هو القانون فوق الجميع ده إحنا بنقوله بس إنما على أرض الواقع مع احترام ليك الوسائط في كل المحليات بتسيطر على كل حاجة أنا معاه قرار إزالة بقاله 3 سنين محطوط في الإدراك يبقى كده في تقاعص زي ما حضراتكم شايفين مشكلة الأستاذ إهاب إن المشكلة بتضر قرية البرامون في الدقالية في تقاعص تام من السيد مسؤول مجلس مدينة المنصورة هيتم التواصل تاني من جديد من خلال فريق عمل برنامج نحب نختم فاكرتنا مع المستشارة ما تحسونا بآخر بند في قانون الإيجار الأديم يعني أنا حضرتك أنا ما أتكلم في موضوع قانون الإيجار الأديم المشكلة السكانية من قديم الأزل طبعا هي موجودة نظرة لزيادة عدد السكان وارتفاع مصاريف البناء فتدخل المشرع بعدة تشريعات استثنائية اللي هدف منها حماية المستأجر باعتباره هو الطرف الضعيف هذه التعديلات آخرها القانون الصادر رقم 6 لسنة 97 اللي هو خلى العلاقة الإيجارية طبقا لأحكام القانون المدني يعني علاقة حرة زي ما انت بتقول في عقد الإيجار بتاعك سواء المدة الإيجارية أو القيمة الإيجارية بيسرع عليها المدة اللي بتتم تحديدها تحددت بسنة أو بتلات سنوات خلاص هي هذه العقل طبعا شرح قانون الإيجار الأديم هيحتاج أكثر من لقاء وحضرتك على شرفنا تاني وبنختم فاكرتنا معاكم النهاردة برسالة إلى السيد محافظ الدقالية والسيد معالي وزير المحليات بالتدخل لحل مشكلة الأستاذ إهاب وقرية البرامون الذي طم التعدي عليهم ببناء صور والسيدة المهندسة غادة رئيسة مجلس مدينة المنصورة شكرا لحضراتكم وننتقل لفكرة أخرى فكرة جمال المرأة